اهلا بكم مشاهدين الكرام اغتيل غالب حسن الزعبي مختار بلدة المليحة الشرقية بريف درعا باطلاق نار عليه من قبل مجهولين وقال مراسل حلب اليوم ان مجهولين يستقلون دراجة نارية اطلقوا النار على المختار امام منزله واردوه قتيلا مشيرا الى ان الزعبي يعمل لصالح النظام وهو من الشخصيات المقربة لديه اعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشنين ان رئاسة اللجنة الدستورية ستكون مشتركة بين الحكومة والمعارضة ونقلت وكالة سبوتنيك عن فرشنين انه بالنسبة لعمل اللجنة التي ستبدأ اعمالها قريبا فانها ستكون برئاسة شخصين لم يعلن عن اسميهما احدهما سيمثل الحكومة والاخر سيمثل المعارضة وفق قوله شهد محيط العاصمة دمشق تدريبا عسكريا لقوات النظام باشراف الروسي ليكون التدريب الروسي الاول في محيط المدينة منذ خروج المعارضة منها ونشرت قناة روسيا اليوم تسجيلا مصورا لتمرين عسكري لقوات النظام من القوات الخاصة باشراف ضباط روس مشيرة الى ان التدريب جرى بحضور اكثر من خمسين صحفيا من دول مختلفة وشمل تدريب المناطق المعادية المحصنة الافتراضية طالب الرئيس اللبناني ميشيل عون زعماء العالم بالمساهمة في اعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم وقال عون خلال كلمته في اعمال الدورة الرابعة والسبعين للجنة العامة للامم المتحدة ان شروط عودة السوريين الى بلدهم اصبحت متوافرة مشيرا الى الخطر الجدي الذي شكله اللجوء على برنامج تحقيق اهداف التنمية المستدامة في لبنان وادى الى تفاقم ازمته الاقتصادية على حد وصفه استعادت مصر التابوت الذهبي للكاهن المصري نجم عنج والتي كانت معروضة بمتحف المتروبوليتان في نيويورك جاء ذلك في حفل بولاية نيويورك على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة حيث تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري القطعة الاثرية وقام بتوقيع بروتوكول استعادة التابوت بمكتب المدعي العام الامريكي بعد تنسيق بين البلدين دام اكثر من عام نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة